السلام عليكم انا مطبخ امو يوسف لو اول مرة تشوفني اذا عمني بلايك وشير عشان القناة تكبر بينا وبيكو ومن تنسونوش في اللايك حلو زيكو النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ وصنية بطاطس وطورلي حاجات كتير اكل كتير كده ونبتديها الاول بالفراخ هنبدأ ان ننظفها انتوا عارفين ان الفراخ من حاجة اللي بتبقى ليها ريحة زمدة كده وبقى فيها سنة زفارة بس انا الحمد لله اه بعملها بطريقة ما بقاش فيها اي ريحة وبقى طعمها تحفة ورحتها تحفة والشربة بتاعتها تشربيها وانتي متطمنة طبعا نظفناها كويس وبعد كده هتتغسل تاني وهننقعها طبعا في مية ودقيق ولمون التدبيلة دي او الكوكتيل ده انا مسميها كوكتيل ده بيخلي الفراخ بصي فلة والله وجربوه ولا تحسوا بزفارة ولا هتشوفي فيها اي حاجة والشربة بتاعتها تبقى صافية وجميلة انا كده برضو برجع عايد عليها تاني اهود دي بقى المية والديق واللمون وحطي اللمون معها في المية بيديها نكهة احلى برضو هتبدأ بقى هتتغسل مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة احد لما المية بتاعتها تبقى زي الفل هنا بقى اه جبنا بصلتين تلاتة اربعة كده وضربناهم في الكبة تربعة حيلة بس مش مش نعملها ناعم انا عايزها تبقى كبيرة شوية عشان لما تتحطوا في فرن ما تتهراش طبعا حطت هنا عليها التوابل اللي تحبيها انا هنا بحط عليها بصل اه فلفل كمون بصل بودر وتمودر اه بابريكان انا بتابلها جامد بس ركزي اللي يبقى زادة شوية الفلفل والكمون عشان دول دي زي ما كوني اساس الصينية اه طبعا انا بعد ما تابلتها جامد رصيتها في الصينية واحط عليها كده رشات زيت بسيطة كده وهاكمرها طبعا بالفويل وهدخلها الفرن اه لحد ما ده هحس ان هي هتستوى اه من الريحة انت مجرد ما تحس ان رحتها طلعت اه كده خلاص بدأت تخش في السوات امي اشيال الفويل عليها وتسيبها تستوى براحتها في الفرن اه طبعا هنا عندنا صينية البطاطس معروفة طبعا اه للكل بس انا بحط فيها جزر وساعة بحط فيها فلفل كمان يعني مع البطاطس طبعا هنا عصرت لها طماطم اه والطماطم دي فيها برضو فيها تومة اه يا حبي ده بقى الترلي يا حبي يبقى قلبي ده ترلي باللحمة بس هنا عزوريني بقى انسيت اصولوكم اللحمة انا بتابلها ام ده طرلي طبعا طرلي معروف اه بصي هو ده مش طرلي معديش انا اسفى اه هم التلات مسميات واحد طرلي وبورمة كلهم طريقة واحدة اه بس هي ما بتتعمل في الورقة بتبقى سمع ورقة لحمة اه بتعمل في الصينية بيتبقى سمعها ترلي اه بتتعمل في التوجن زي ما انا عملها كده بتبقى سمعه بورمة بس هي تلات مسميات مختلفة اه بس الطعم لأ مش واحد ممكن يكون في اختلاف في الطعم بس بتبقى الخضرة هي هي اللي بتحطها هنا 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 اه طبعا هنا بعد ما تبلتها كويس ورصة اللحمة هدخلها الفرن بعد كده عملت الرز بالشعرية اهو طبعا بسيط زي منتو عارفين الرزة طبعا اي ست بتعملو اه ده كان الشكل النهائي لها هي بس مش قادر اقول لك على طعمها كان طحفة طعمها جميل اوي 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 والطاكن اعطيها نكهة كده كانت جميلة اوي اهو بالفة هنا ودي الفراخة هي بعد ما طلعت بالفرن اه بالفة هنا عليها هيكلها يا رب ارجو ان انتو تجربوها طريقة دي في الفراخ حلوة اوي والبرمة كانت طحفة اوي والله مع الرز بالشعرية اتمنى الوصفة تعجبكم مع الف سلامة